العملية والتعليمية كان لها نصيب من الكارثة التي حلت على قضاء الشرقات حيث اقتحمت المياه والمدارس وتسببت بأحداث أضرار مادية كبيرة في الصفوف والممرات مدير وحدى المدارس قال في تصريح لقناة الفلوجة إن المياه دمرت أثاث المدارس وأتلفت أغلب السجلات مطالباً الحكومة الاتحادية بالإسراع بإنقاذ المدارس لإعادة الحياة إليها ولعودة طلاب إلى دراستهم اجتاحتنا السيول يوم الخميس إلى يوم الجمعة تقريباً الساعة الثالثة مساء فجراً والله المدرسة اجتاحتها السيول وارتفع منسوب الماء فيها تقريباً متر ونصف بالمدرسة فدمرت شك وسجل عدن دمرت الإدارات دمرت الممتلكات الدولة كلها رحلات سجلات ميوزة دواليب ما خلتنا أي شيء حتى البواري مال المياه الإسالة سبحان الله تقرم أن هذا أمامكم إذا تشوفونهن موجودات طالب الحكومة بالتعويضات يعني أحنا السبيوتنا كلها تدمرت المدارس كلها تدمرت وكوننا أحنا طلاب يعني يعني هو هذا الشيء صار قدر بس يعني أحنا هم من طالب الحكومة تتحرك بأسرع وقت يعني الرحلات راحاً وقرقة مدرسة وطافاً الرحلات هذا محاولة إذي سوناها حتى ندرس الشاشة عش نطلب بعد بعد عش نعرف والله مصدومين ماني حتى نعرف عش نحش نحش ما نطالب كل شي عميش طالب الدولة هذه ماوصل شي طالبوني كتلة عوائل ونجمة بيوت تسوى لهم شعذي بتشيذي مش طالب لا نطالب ولا عش هل ماوصلهم هجومة ونكتلة عوائل عليها بيوت بتسوى لهم يلا تسوى لهم نطلبنا الحكومة بس احنا نطلب من الدول زيان أن تنقذنا احنا ما عندنا بلد ضاع بلدنا ضاع وطننا زيان هاي خلاص احنا مموم لها البلد